ولكنه إحنا راجعين بين العيد بنتكلم على حاجات حلوة جداً جداً واحدة من الأمور المش بس نقدر نقول إنها حلوة أو إنه إنجاز حقيقي لكن نقدر نقول إنه تغيير حقيقي دايماً إحنا بنصنف أي تغيير إنه ممكن أغير في الفكرة أغير في الشكل لكن التغيير اللي بيحصل في جودة الحياة في مستوى سكن عشوائي يتحول إلى سكن كريم ولائق ده من الموضوعات أو المشروعات اللي دايماً نصنفها التغيير العميق تغيير حقيقي بيحصل واحدة من المشروعات دي كان مشروع روضة السيدة ولو فاكرين المرحلة الأولى تم إطلاقها لكن مشروع روضة السيدة واحد من المشروعات الكبرى يعني ما نقدرش نسميه مشروع صغير مهما قلنا إنه فيه أصاده مشروعات كبيرة أضخم منه لتسكين الناس بدأ المشروع من سنتين بتنفيذ وتسكين النسخة الأولى من المشروع حالياً النسخة التانية أو المرحلة التانية من مشروع روضة السيدة بحي السيدة زينب 572 أسرة هيسكنوا سكن كريم زي ما انتم شايفين كده في الصورة ملاصق تماماً للمرحلة الأولى من المشروع اللي احنا شفناها والأعتقد إنه كمان الناس اتسكنت فيها لو أنا فهم صح لكن نعرف تفاصيل أكتر من المهندس خالد صديق رئيس جهاز التانية الحضارية مهندس خالد مسائق خير وكل سنة وحضارك بألف خير مسائق خير وكل سنة وحضارك بكلكم طيبين مهندس خالد مشروع روضة السيدة معلومتنا صحيحة إنه المرحلة الأولى الأهالي سكنوا خلاص أم لا هيتم التسكين للمرحلتين مع بعض لا احنا خلاص مرحلة الأولى خلاص النفس سكنة اللي هي روضة السيدة واحد اللي هي كانت تالي العقارة في الوقت دي منطقة الطيبي اللي احنا نتكلم عليها الصور البديعة اللي احنا شايفين هذه اه يعني منطقة الطيبي دي هي المرحلة التالية من روضة السيدة يعني الأول تل العقارب المرة دي احنا نتكلم على طيبي. لكن لتين هيكون مسامة روض السعيدة واحد واثنين. حلوة. خمسمائة اتنين وسبعين وحدة بحسب الإحصاءات. من متوقع أن يتم تسكنهم خلال الوقت تأدئي. بشو أنتس؟ ان شاء الله هيبقى في مارس 23. هاي المشروعة. يعني زي ما عاودنا ناته وكالمفروض يخلص في يونيو 23. بس احنا ضغطنا التوقيت. عشان قدر نسلم الناس إن شاء الله في مارس 23. بإذن الله. يعني طبعا الناس شايفة. ممكن عدد الوحدات من دا أقل من عدد الوحدات الفروض سيدة واحد. رغم مساحة الأرض أكبر. عشان هيبنعمل خدمات أكتر. ايوة. ما أنا شايفة في الصور خدمات. وعايزة أعرف إيه نوعية الخدمات. وهل هي بس لأهالي المنطقة. ولا زي ما احنا متوقعين كده. المنطقة دي هتبقى زي مركز ثقافي في وسط القاهرة. طبعا نحن نتكلم عن لما نعمل خدمات المنطقة محتاجة إيه. لانا ما فيش حضانة هنعمل حضانة. هنعمل نقطة شرطة هنعمل الخدمات اللي تحتاجها المنطقة. الأساسية للأهالي يعني. آه الحياة اللي تحتاجها. زي ما الناس مثلا بتقولوا انت ليه عمليه مثلا في مشروع الخيالة. آآ. عمليلي نقطة شرطة كبيرة ونقطة إسعاف ونقطة آآ آآ مركز طبي. وآآ مركز كبير لي آآ للبريد. البريد المصري. آآ. حاجة كبيرة جدا. ومعين عدد الوحدات آآ فلو كوسموية واحدة بس. كمام. فأقول لأ احنا بنعمل الخدمات دي لمنطقة مصر القديمة. منطقة مصر القديمة مفاش مكتب بريد كبير. بس. منطقة مصر القديمة مفاش نقطة إسعاف. مفاش مركز طبي كبير. فانا شايف الصورة الكاملة وبعمل خدمات تخدم الجديد والأتي. آآ يعني مش مش بنعوض الناس سكني فقط. لأ هنتعوض الناس خدمي برضو. هل محتاجين ايه من خدمي عشان نعمله. مش مهم التكاليف والمصاريف كما هتبقى كام على المشروع نفسه. المهم ازاي نكمل المجتمع اللي حقينا كله من خدماته اللي محتاجها. آآ. اللي احنا فاهمينه انه مشروع روضة السيدة وتطويره هو مشروع هائل حجما يعني وتكلفة. لكنه كمان جوه مضلت مشروع اكبر وهو تطوير القاهرة القديمة. آآ. المدى الزمني لانه تنتهي هذه المشروعات كلها. ونقدر نقول انه القاهرة اللي نتمشى فيها برجلينا كده ونتحرك في اماكن كتير ممكن يبقى انت. انا حطين رؤيا نفسنا عشرين تلاتين. رؤية عشرين تلاتين دي. احنا ازاي نوصد بكل مصر مش القاهرة بس. خالية من مناطق الغير امنة والغير مخططة. وكمان احنا طورنا من نفسنا علينا من سقفة محطنا كان الاول اسمنا صندوق تطوير المناطق العشوائية. احنا دلوقتي اسمنا صندوق التنمية الحضرية. اذا فسقفة محطة اكبر بكتير من تطوير عشوائيات. اه انا 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 خدت بالي من الاسم دلوقتي صح. صح جدا. احنا 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 دلوقتي متكلم في مرحلة التنمية. التنمية دي سقفها سقفنا في التنمية ليس حول خلاص. احنا بدعمل تطوير. احنا شغالين دلوقتي في القاهرة تاريخية. قاهرة تاريخية عند منطقة الحسين منطقة درزويلة الحاكم ضرب اللبانة. حرط الروم. كل دي حاجات احنا بنطورها. انك الناس كتير كان بتحلم. بتحلم ازاي القاهرة الاسلامية دي. نرجع زي زمان. تبقى مظهر سياحي للسائح المصري وسائح الأجنبي. عشان كده انا فعلا بس قل حضرتك هو ينفع الزوار يروحوا روضة السيدة هيبقى في مراكز ثقافية في المنطقة دي ولا لا يعني ده حقيقي جزء من حلم كل المصريين اعتقد. لانه الاماكن دي احنا مرتبطين بيها بشكل كبير. احنا امكن كنا كلمنا قبل كده وقلنا ان احنا بنعمل زي ما كان العشوائيات فيروس بينتشر في كسد العمران المصري. لأ احنا التطوير والتنمية الحضرية اللي بنعملها دلوقتي هو عبارة عن شواء ونور بينتشر. ده حينا. هنعمل روضة السيدة وبش هتبقى روضة سيدة واحدة. هتبقى واحد واثنين واربعة وخمسة جوه مطقة السيدة. قلنا احنا بنبدأ في القاهرة من اول ما بندى من عند اركيديا رملت بولاء عندنا في مسلسgyptيره وميدان التحرير ميدان عمرياض. مشينا شوي دخلنا في القاهرة الخدوية. مشينا شوي دخلنا في السيدة يا زينة براوضاتها اللي احنا بنعملها. مشينا شوي بنعمل اه الخيالة. مشينا شوية وبنعمل اه صور مجرى العيون. ومشينا شوي بنعمل اه حضايق الفسطات. طبع. كل شوية في نقطه احنا حطنها طبع. مش عشوائية لا ده نقطة مدروسة قوي إزاي النقطة دي تشعع حواليها تطوير شامل إزاي النقطة مثلا حدائر فصات اللي هنعملين على 500 فدان تعمل حاجة إشعاع حضاري وثقافي وطرفيهي على 500 فدان لمصر كلها وهاخد من كلام حضرتك وأختم بس في الجزء ده إنه هو الحقيقة كده أنه المركز المنطقة اللي بتتطور هي بتنعكس على كل ما حولها تحديدا بالخدمات اللي تم ذكرها أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا موانس خالد صديق رئيس جهاز تنمية الحضارية وموانس خالد لفت نظرنا لحاجة جميلة جدا إنه كان زمان اسمها التنمية المناطق العشوائية ما بعيش عندنا الاسم ده مش عايزين نسمعه مش عايزين يكون موجود في بلدنا وبالتالي بقت التنمية الحضارية